بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السامآبات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السامآبات والأرض يحجي ويميت وهو على كل شيء قضير هو الأول والآخر والظاهر والبآقل وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السامآبات والأرض في سفة أيام ثم استوى على الأرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السامآبات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينآت ليخرجكم من الظلم آت إلى النور فإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم أن لا توفظوا في سبيل الله ولله ميراث السمآبات والأرض لا يستهي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوه وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرد الله قردا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم مشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ذرونا نقطبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرم بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتمتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغروة فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يألل الذين آمنوا أن تغشع قلوبهم لذكر الله ومأ نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أنتوا الكتاب من قبل من قبل فطال عليهم الأمد فقصد قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قردا حسن إن يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عيد ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أن ما الحياة الدنيا لعيم ولهم وزينة وتفاخر بينكم وتكاثروا في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصورا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذامه شديد ومغفرة من الله وردوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أوعدا للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختار مفخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتبل فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسل رسولنا بالبينات وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسر وأنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قبيل عزيز ولقد أرسل لها نوحا وإبراهيم وجعل لها في ذريته من نبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيس بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية لابتدغوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رجوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمسون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لأن لا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم